موسيقى 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 بحلقة صباحات الادئيلة اليوم والتي خصصناها للكلمة الجميلة والشاعر والشاعر فارس رستم أهلا وسهلا أستاذي جاي مستحيل مستحيل موسيقى 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 أكيد بداية الشعر الغنائي هو ليس بشيء بسيط بحاجة لتكوين معينة لحتى يزبط مع الغناء كيف اجيتك هذه الفكرة أو انت كان عندك هذه الموهبة اما اكتشفتها؟ اكتشفت هذه الموهبة بحدود من 22 سنة طبعا هي فقط تكون موجودة فكرة الانشاء كترتيب شعري لا يريد أن تكون هذه العناية أو التركيز الشديد موسيقى فقط شعر موسيقى يصبح الوزن السماعي موسيقى أنت بتقدر تقديريا تماما أنا مثلا بكتب هذه القصيدة أو الأغنية فمجرد ما ضبطت لحنين ثلاثة فهي الموزونية موسيقى أكيد طبعا على الشيء طبيعا نحنا نجيب مثلا قصة جديدة أو فكرة جديدة أو موضوع جديد أحيانا ممكن تخترب ببالة فكرة معينة ففورا نكتب عليها أغنية أو قصيدة موسيقى تبتتذكر أول أغني قتبتها شو كانت؟ موسيقى أم جدايل شو رأيك نسمعها؟ الفكرة أنه الأغني القديمي وما بعف إذا إن كانوا هلا موجودة على صحيح الشعر ما بيحفظها قصاه لا أحفظها إذا ما دونتها بلاحظت بتنساها؟ بكتبها بدونها وخلص بإنساها وبذكر بغير مبنوع الشرطان طيب شو محضر لنا اليوم؟ هلا أنا بتابع يعني كالأغاني وتلاقي في أغنية كلمة بتستوقفك فأنتي بتخلي بتسمعي هلا محضر مجموعة قصائد من بينها مقدمي لأخت أجفان آل افتتاحين معي ممتاز شكرا إلى أغنية شكرا خفق فؤادي وغادر موضعه بلحظة عشق تلاشة الأحزان عيونك خلت هالمشاعر يطلعوا وتاهت عيوني برفة الأجفان مش قادر قلبي أنا أمنعه عشقان نظرة عيونك دايب والهان حاولت تخليه جوا مخدعه انطفد وثار وتفجر البركان وعقلي بغرامك راح يطبعه ونسيت الحكي ابتهت مع النسيان ضاعوا مع الهواء هاي هات يرجعوه مجنون يمكن ويمكن أنا سكران مثل الطفل يشير بإصبعه أجفان أنت يا زينة الغزلان وغيرك عيوني ما عاد يقشعوه وقلبي غيري أفد مو قبلون الله أجفان قبلان شكرا لك فارس طبعا كنت حاولت نسقها قبلان بس لضروع شريك قبلان أمنية ممتاز كثيرا حلو فجأة هاي الكلمات هاي اللي بتطلع ربما المتميز هيدا النوع من الشعر ممكن أحيان تطلع القصيد معي أول موال خلال حمز دقائق عشر دقائق أحيان ممكن أو حسب الرائحة النفسية طبعا هاي الشعر بشكل عام إلهام ووحي من رب العالمين يعني ما فيه حد معين ممكن تكتب كلمات وبعد شي ساعة تقول لا أنا لازم عدل هوني مثلا أو أنا لازم ضيف هيدا الجميل حالات نادرة جدا خلص يعني ممكن أن تكتب أول مرة خلص لا ممكن أنه صار تعديل بسيط يعني كلمة مع هاي الكلمة ممكن ممكن حدا يقل لك أنه هل أكتب لي قصيدة فتطلع معك فورا بترتجيل؟ حالة نادرة أنه فقط بهمني الهدوء إذا كانت مكان هادئ جدا بيطلع معي فورا ممكن أنه بيكتب بسرعة وما دخل للحالة يعني مثلا ممكن إذا أنت بموقف حزين يطلع معك كلمات حزن إذا أنت بسعادة يطلع سعادة وما تستطيع أنت إذا موقف حزين تكتب كلمات حلوة تطلع من حالة الحزن مثلا أنا ممكن أن يطلع معي شعار التجالب فقط عندي حد الوحيد أنه الهدوء أنه ممكن أن يكون حوالي الناس مجتمع الناس ضجية أو هايك شيء إذا كانت مكان هادئ يكتب مباشرة كم قصيدة عندك تقريبا؟ قصائد بحدود 13-14 قصيدة الأغاني 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 أغاني الأغاني الأغاني في لبنان في الساحة السورية وحلب وحمص بشكل عامل تكتب كل اللهجات؟ نعم 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 دعني أغاني أسمعك قصيدة ما رأيك؟ اه؟ رحت عاكوخ الشعر بغابة الأحزان اكتب قصايد عشق من روح وجداني بيدي دنة خمر والعود والألحال ودمعة سخية زرف عفراق خلاني وبليلة شتي عاص في وجنان أشعرت مثل طيفو فجأ جاني وغزال الفلا عم يرجف بردان غلب عباتي غصب كلمي محاكاني حرك مشاعر قلب نسيانها من الزمان وزهر ربيع العمر بحقول نيساني ومن دون حكي العيون والأجفان تبعث رسائل الحب والنار شعلاني ولما دفي قلي أنا عطشان سقيت خمر الحب تيضل بأحضاني سكر من خمرتي يمكن أنا السكران وأشعار حبي ارتمت بكتاب نسياني كلها الحكي هذا طالع مجرد خياله وحلم ما عندي كوخ وما شفت غزلان حلم خطر بالبال من كتر حرماني عندي خمور الحب والإيمان عندي شهد وعصال وجرار وغناني حلو حلو عم تقول حضرتك أنه في كلمات لإلك هي تلحنت وصارت أغاني شو أكتر واحدة أنت حبيت وحسيت فعلا أخذت حق هذه الأغنية أول أغنية ولكن للأسف الشدي كان اللحن مطروق أسمى أغين أعين الملاح أغنى الفنان تمام ساق البوجين له تحيين اللحن كان قريب أنه أعين السواهلة للفنان هذا الخضر كمان من وجهه تحيين شو كلماتها؟ يورود الصباحة يعين الملاحة يا زهرة تخذيرك يعني بترفاحة وفي أغنية ديو بين الفنان جوان عيسى والفنان كنان قاسم بجهل وطحية اسم الأغنية صدفية حافظها؟ لا، إنه موجود معي موجودة تماماً هذه الحصيات أكتر شيء لا تفكر أنت تلحن أغنية أكيد 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 أنا اختصاصي شهرين صوتك محلو بالغنية لا لا صوتك مزهب هتقري على الزلمك هتبلك قصيدة هل ألا اللحن أكيد إله أهله إله إله ناسه فأنا ما بتعدى حدودة فحدود الشهر والحركة ذلك تكتب مثل ما بيحب الشخص هناك أشخاص يأتي لك يقول لك نحن بدنا هذا النمط أو كلمات تلبق على هذا 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 الشيء أكتر شيء أنا لا أكتب أن أفرد قصيدة أو أغنية على فنان معين فبيعطيني الفكرة هو بيحبها الشخص أو فنان موضوع القصة أو حب غرام عشق أسف أي شيء أي فكرة فبيعطيني الفكرة فبيكتب لأوني على طلبه الحمد لله الحد لأن نطلب مني أوني ونرفضت نهيا أنه تيجي الفكرة مثل ما بتدور المطلب تماما حلو كتير شو السافة عندك أغانية اليوم من أن نسمع منك شو مجهز لنا كمان اليوم هلا مؤخرا عملنا أوني اسما خوانة غنى الفنان نجيب حداد أوني جميلة وكان توزيع حلو ألحان حلوة شو كلمات ها ما هو كلمات ها ببعض الله أنه موسيقى فنسمع موسيقى ماليش لاحك ما ببعض لأنه كلمات ها بس أنت أنسيت الكلمة ها هو ها ليش لي شو محضر لنا طيب شو محضر أنت مقطع هلا موجود قصيدي اسمها خمبة السكران حملت دفتري ومشيت مع الأحزان اكتبت قصايد عشق من روح وجداني شربت مع طيفك خمر خمرة السكران ودموعي تحرق حرق عفراق خلاني مشيت هاكي الدرب دق دق الحيطان والدار تنده رحلون سكاني مرة حس بجمر ومرة أنا بردان مرة حس بجمر ومرة أنا بردان تعب الجسد مني والروح تعباني صارت عيوني تعاتي بالأجفان شفوني همل بكي وعيوني عساني من شوقي قلبي أنا عطشان وقلبي كينزف وجع للحب عطشاني فرقنا البعد ودبنا مع الحرمان حنيني والأشواق تزيد ميراني قلبي من الأسى سائر مثل بركان لوعني جوا حتى انفجر بركاني حلوة كله عن الحب يعني كل الحكيات اليوم عن الحب فئة غانية وطنية مثلا أو قصائد نوعا ما شو في عندك مثلا قصائد ثانية مثلا للأم للأم أكبرنا يا أمي ودارت فينا الدار برضاكي يمي بيزول كل همي مرت سنين وتعبنا المشوار مشتاق شوفك مشتاق للضمي مشتاق يمي لمست إيديكي شعرك الشايب مشتاق للشمي لو بدك يمي روحي بعطيكي بفديك بروحي بيرخصلك دمي لو مهما كبرنا ودارت الأيام ما ننسى فضلك بالعمر يمي تبوّس إيديكي وبوّس الأقدام حتى برضاكي أوصل للقمة واليوم عيدك أمي يا سبت الكل إجمعنا عيدك أخواتي والأمي رياحين وعنبر والحبق والفل بحروف اسمك معطرة يا أمي شكرا كثير شكرا كثير لأيلك الشعر الغنائي فارس رستم نورتنا اليوم بصباحات الله شكرا لبرنامجكم أهلا وسهلا فيك شكرا كثير لوجودك معنا ويعطيك العافية بالتوفيق أكيد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة